حالة من الفوضى والتخبط يعيشها وكلاء إيران في العراق بعد مقتل أبو مهد المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيا الحجد السابق هذا ما تحدثت عنه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في آخر تقرير لها بشأن الوضع الذي تمر به الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق الصحيفة أشارت إلى أن الفراغ الذي تركه المهندس بعد مقتله في الغارة الأمريكية ببغداد جعل شبكة وكلاء إيران في العراق تعيش حالة من التخبط قد تفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين الأحزاب الشيعية ما يضع إيران أمام خيار وحيد وهو استمرار محاولاتها لإصلاح التصدعات العميقة في شبكتها على المستويين السياسي والعسكري وعلى الرغم من محاولات إيران المستميتة لرأب الصدع الذي ضرب البيت السياسي لأتباعها في العراق رجح تقرير واشنطن بوست أن تواجه طهران صعوبة بالغة في السيطرة على حلفائها بسبب حاجتها إلى بديل محلي فعال ليحل محل المهندس لكن البحث عن بديل قد يستغرق سنوات الاحتمال الأخطر من وجهة نظر الصحيفة الأمريكية هو حدوث مواجهات عنيفة بين الميليشيات المتصارعة مع بعضها على السلطة والموارد منذ سنوات خصوصا وأن هذه الميليشيات تسعى حاليا لإعادة تشكيل المشهد السياسي لمرحلة ما بعد مقتل المهندس واصط ترجحات بأن تشهد الأشهر المقبلة صراع نفوذ بين أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جهة وباقي الكتل السياسية من جهة أخرى إلا أن ذلك الصراع المرتقب بين الأحزاب الحاكمة وميليشياتها من شأنه أن يقوض النفوذ الإيراني في العراق وهو ما تنتهزه أمريكا لتعزيز نفوذها في البلاد ما يعني زيادة وتيرة الصراع الإيراني الأمريكي داخل الأراضي العراقية فيما يبقى الشعب العراقي الرافض لوجود كلا النفوذين وأدواتهما هو الخاسر الأبرز من ذلك الصراع